خلال الأسبوع الماضي دافعت الحكومة العراقية برئاسة السيد محمد شاع السوداني مرتين عن سجلها في حقوق الإنسان والذي تضمنه المنهاج الوزاري الأولى في مؤتمر ميونغ في ألمانيا حيث التقت سوداني مسؤولا في منظمة العفو الدولية حيث دافع عن سجل حكومته في هذا المجال وفي جنيف واصل وزير العدل الأستاذ خالد شواني الدفاع عن سجل الحكومة خلال لقائه مسؤولا دوليا في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لماذا هذا الدفاع؟ هل هناك هجم ضد العراق بهذا الشأن؟ هل هناك انتهاكات تتطلب الدفاع عنها وأمام المنظمات الدولية؟ هذا ما رح نعرفه أو ما نتعرفه عليه في سياق الحلقة لهذه الليلة بعد أن أرحب ضيوفي الأستاذ علي التميمي بخبر قانوني مرحبا الله وإنبي محيب أستاذ رعالي كما أرحب بالأستاذ هذه جل مرنة رئيس المرصد العراق الحريات الصحفية مرحب أستاذ أهلا أستاذ رعالي تشرفنا أحياء كالله قبل ما أبدأ محور لهذه الليلة للحكومة تدافع عن سجلها في حقوق الإنسان رحش هذا التقرير وأرجع لكم